الكلمة دي حلوة او ان انت تدرك قدراتك او بيسموها بالانجلش حتى انا عارف نفسي. انا متهلي من دي من المهارات المهمة او ان الواحد يكون عارف نفسه. هو كويس بايه. وحش بايه. ايه اللي هو محتاج يشتغل عليه. ايه اللي هو حلو بيه. بس الحاجات دي برضو بتيجي من التجارب. بالضبط. ملاش حل. لان انت ما كنتش هتعرف ده غير لما تجربت وفشلت وقعت وطلعت بالدروس من الموضوع ده. ان انت فهمت نفسك. بالضبط. لكن لو انا قاعد دايما على الشط بتفرج على الناس كلها انا معتقد نفسي زي ما بتقولت انت كده مورة مجامد. بس انا عشان ما نزلت شعوم في البحر. صح. لا موية. يعني التجارب انا بشوفها يعني لا بديل عنه. ان انا افضل اجرب انا بجرب لحد فترة قريبة مش بايدة. يعني لو هو مثلا من سنتين اشتغلت الليه علاقة بالسابلاي تشين علشان تجربة معينة في دمير. وده ما كانش ليه علاقة باي حاجة انا بعملها. بس دي انا عارف ان دي تجربة انا هطلع منها بحاجة. وروحت كده مصنع في المنطقة الصناعية في اكتوبر وعملت انترفيو اكني حد في الحتة ديت ودخلت المصنع واشتغلته عشان انا الحتة دي ما كانش عندي فكرة عنها وهي ليها علاقة بشغلي وعايز اجرب الدنيا بتحصل في ايه. فانا بشوف ان التجارب ما ينفعش توقف. اشكالها بيختلف وعلى حسب الفترة وعلى حسب انت بتعمل ايه دلوقتي وادراكك لان انت دي تجربة ولا لا اصلا بيختلف انت بتبقى فاكرة حياتك بعد جانا في الاخر بتطلع تجربة وهتخلص. فبس في الاخر ان التجارب تخلص لا هو مش هتخلص. هتفضل مستمرة حتى لو انت مش عارف ان دي تجربة. حلو انت احساسك كان ايه بعد ما يعني خرجت من التجربة الصعبة دي وبتقيت ايه طب انا واتس ناكست او هعمل ايه بقى. احساسي كان صعب جدا وقتها اه عشان انا كنت ساعتها واخد بقى فلوس من والدي عشان انا فاكر بقى ان انا هعمل حاجة قوية فاواخد فلوس من والدي وابحاول اعمل حاجة وصرافنا كتير وده كان جزء من الغلطات ان احنا صرافنا كتير قبل ما نشوف ونفليديت وانتست ان ده بينفع ولا ما بينفعش احنا نعرف نعمل ده حتى لو هو بينفع ولا لا فالفترة دي لما الدنيا ما مشيتش كويس وهي كانت ماشية كويس جدا صراحة والميتنج مع الناس وباركليز بالذات كانت ماشية كويس بس وغلطنا ان احنا اعتمدنا بشكل كامل على الميتنج بتا باركليز ده بس لما الدنيا وقفت معاه كان خلاص ضيع نوقتي طويل ما كناش شغالين مع حد غيره فكل حاجة وقفت معناش كاش ان احنا نكمل فخلاص كل حاجة فالاحساس هنا كان صعب جدا سواء على مستوى النفسي ان انا اتحمل السقطة دي او على مستوى ان انا اواجه المجتمع بقى وواجه اهلي وان احنا بنعمل ايه رغم ان كان في سبورت من اهل يعني ان خلاص عدت وانت تعلمت ويلا بينا وهم هدوني بلوس تاني في حاجات تاني بس هزتك في المعطقة شوية طبعا مية في المية انا فاكر الفترة ديت لأ كانت من اسوأ فترات حياتي نفسيا وزهنيا وكنت خلاص انا خارج من الفترة دي بقول ان انا مش هعمل التجارب دي تاني انا طبعا انا كنت موظف في ستارتوب اللي هي انبكت وفترحون ومرتل كويس جدا انا ايه اللي جابني هنا فعلا فقلت انا مش هرجع لده تاني وانا قلت الجملة دي تات اربع مرات في حياتي انا مش هرجع لده تاني وبرجع بس هو طبعا كانت فترة صعبة وكان ان انت تتجاوز ده من اصعب الحاجات ان انت تقول بقى خلاص حط ده على جنبه وتعال نشوف هنعمل ايه دي مش سهل خلص